فيلمنا بيبدأ بكلبة بلدي من بتوع الشارع جوزها مسافر علشان يصرف على عائلته وكانت بتربيهم احسن تربية علشان يطلعوا كلاب ولد كلاب وملورين هدومهم وكان فيهم كلب احمر جاي من حبيبها اللي من ورا جوزها علشان هو مسافر وعرف التقنعه انه من صلبه وبتيجي جمعية انقاذ الحيوانات وبتاخدهم لكن مش بياخدوا بالهم من الكلب الاحمر لانه كان تحت المفرش وحاول يلحقهم لكن قفلوا عليه الباب ومشوا وبنروح لاميلي وكانت بتتعرض للتنمر من زميلها ولما بتروح بتقابل صاحب العمارة وكان بيصلح غسالة الاطباء وقال لها عشان نصلح لكم الغسالة ولما دخلت الشقة امها ماجا بتقول لها مدرس الالعاب بيشتكي منك لانك مش بتلعب كويس وكانت مامتها شغالة مساعدة محامي بتروق عليه وبيظهر اخو ماجي وكان حيش في العربية وكان فاشل في اي حاجة حتى وهو بيعد الشارع والمدرسة كانت طالبة من التلاميذ يلموا الزبالة كنوع من النشاط علشان لما يكبروا وما يلاقي الشغل يبيع خردة وبيطلب من امها انها تسافر يومين عشان تساعد المحامي في قضية خلع وكمان تسليه وبتقرر تجيب اخوها الفاشل علشان ياخد باله من ايميلي وبتسأله مفتاح الشقة وبتمشي واميلي مش طيقة خالها لانه فاشل ومهمل ويمتوك وبنروح للكلب وبيقدر يخرج من المغزن وبيجري بين العربيات لحد ما يوصل لحد الحديقة ولها اكل على الارض ولسه هيكل الحمامة قريت له الاكل ده بتاعي فقال لها سيبي وانا سيب وضحكت عليه وقالت له امك في العشة ولا طاري وقال له ربنا لقول لامك انا على الابو لفيها حيوانات فتداله بوسها مجبك علشان يبيعوه وتاني يوم الخال الفاشل بيوصل بنت اخته المدرسة فبيلاقوا خيمة انقاذ الحيوانات الضلة وبتطلب من خالها يدخلوا ويتفرجوا وفعلا بيوافق وهو داخل لها الارض بيقولوا يا عبيض ويتفرجوا على الحيوانات وبيقابلوا السيد وبيلاقوا بريادور وبيفرجهم على كلب احمر فبيتقول لخالها انها عايزة تشتريه وبيعترض لانه لما يكبر هيكسرين البيت وفي المدرسة تتعرف على زميلها ايوان بس المشكلة ان فلاور ما زالت تتنمر عليها لدرجة انها كرهت المدرسة بسببها ولما بتكون في البيت بتلاقي صوت طالع من شنطتها وبتتفاجئ ان الكلب في شنطتها من غير ما تعرف دخل شنطتها ازاي وبتقرر نعط ربيه من غير ما تعرف خالها وسميته كل فرد وقعد يعض في شبشبها وقاريت له لا ده شبشب الكاباني وهيرب منها وطلع لخالها واول ما شافه نبه اللي املي وتحيلت عليه علشان يبات معاها ليلة وتاني يوم هتوادي لصاحبه وبتلاقي فلاور صاحبتها بعتلها رسالة علشان تضايقها وبتفضل طعيط والسيد بريدور طلع هو اللحظة تطلعها الكلب في الشنطة والتاني يوم بتلاقي الكلب بقى ضخم وبيفضل يلعب معاها لحد ما بيكسر قدتها وبتجري على خالها وبتصحي من النوم وبيتفاجئ بالكلب قدامه وبيعملها على نفسه وما بيلحقش يروح الحمام وطلبت منه يهدأ وقالت له ان الكلب كبير بدون سبب وفي اللحظة دي بتتصل اخته علشان وهو بيصلحها وكان باهر بايل الكلب افتكرها حتى خال ايمي فقال له ما يصحش كده يا استاذ ايه اللي انت بتعمله ده وخال البنت قال له انت تكهربت ولا ايه قال له ياريتني تكهربت يا اخي ويلق منه ولما قدته ميشي وبيكون مش عارفينها يتصرفوا ازاي مع الكلب وبيقراروا يودوه لدكتور بطري وبيحطوا في العربية بتاعت خال ايمي وبيكون ايوان جاي يطمن على ايميلي بسبب غيابها وبيشوف الكلب قدامه وعلى خال ايمي وبنروح لشركة زاك وشغلها تكبير سريرات الحيوانات والزراعة وصرفوا 500 مليون دولار على التجارب لكن النتائج بتكون فشلة زي المأزة اللي براسين دي وفرخة بتالت دودان وحاجات غريبة كده وبينتشر خبر الكلب العبلاق فبيأمر زاكي انهم يدوروا على الكلب ده فورا لانهم هيعرفوا السبب اللي يخل الحيوانات ضخمة وعند الدكتور بيكون مصدوم من شكل الكلب وقال له افتح بقك وكشف على سنانه فلقوا انها تركب له تقويم ولا ايه احنا عايزين نعرف كبر ازاي وبيروح للمردة علشان يملوا بيانات الكلب فعلت لهم من الكلب ده جاي من برادور لان اي حيوان غريب بيظهر وبيروح زاكي يخلي صاحب البيت يوطرة ايميلي من الشقة وبيتدوله 1000 دولار واميلي بتمسك السلسب وبترشها بدون ما تقصد على زميلتها اللي بتكرهها وبييجي الكلب والكلب بيهطل عليها وبتعيطه بتمشي والست دي بتخلي جوزها يزبط الطبق وتفضل تشغله وبيكون هيوع والكلب بيمسكه من الحتة اللي ورا وبينقذه والناس بتحيي الكلب وبييجي زاكي علشان ياخد الكلب منهم واميلي مش بتوافع والناس بتهرب الكلب ويعد من المتجر الناحية التانية وحالها والناس بيدربوا الحراس بالالعاب الزتون والجبنة واللنشون واميلي بتهرب الكلب وبتكون ما تعرفش تسوه وبترجع لورا بدل ما تطلع قدام والحراس بيطردوهم وبيدخلوا جراج وام ايميلي بتتصل بيها المديرة في المدرسة وبتقول ليها على اللي بتعملوا بنتها هي والكلب بتاعها وبييجي خل ايميلي بيقول لصاحب ايميلي معاك البدة وبتخلينا ندور على مكان وبتتصل وبتخلي خلها يكمل وبييجي كلب صغير يعمل حاجات مرحقين واميلي وبتقرب الكلب الزغير اتذكر ناحية الكلبة لكن بتكون الكلبة عملاقة عليه وبيبلع الكلب وبيرجع له وبيشوف الخبر انتشر والكلب في خطر وبيقراروا ينقلوا الكلب للصين عن طريق وقلت صديقة وبيركب الكلب المركبة وبتودعوا ايميلي وام ايميلي بتشوف بانتهى في التلفزيون واميلي بتكون زعلانة على فراء الكلب وبتعش مع خالة في العربية وبتشوف ان ذاكي خطف الكلب من المركبة وبتقرر تاخد الجيران وبيروح المختبر والست وجوزها بيفضحوا زاكي قدام الناس وجار ايميلي بيبوز الطوارئ وبيلقوا خروف شرير والست العجوزة لبن وبيدخلوا ينقذ الكلب وبتركب الكلب وبتهرب بيه وبتطلع الحيوانات والمعزاية وام راسين بتضرب الحارس وبترضوها البوليس والحراس والطيارات وبيوصلوا لباقة الكلب وبيقول لاميلي انت مالك الكلب وضع صديقك وانت تقدر تنقذيه بنفسك واميلي بتقنع الشرطة ان الكلب مش خطر وبيختبر الشرط الكلب وبيطلع مش خطر وانه زي اي كلب وبيسيبوا الكلب الاميلي كده يكون انتحفل من النهاردة كتبوا منتجه منتصر كمال الدين أعداء التقديم عمر عبدالعزيز سلام